دايما احنا تابعنا النهاردة على مدار اليوم كان المؤتمر الوطني للشباب باللحقيقة انا بشوفه حوار وطني اخر واي حد تابعه هيشوف قضايا تمسوا وتهموا وهيسمع كل الكلام اللي احنا بنقوله في عادتنا العادية البداية يمكن كانت بكلمة رئيس الوزراء واللي يعني يستعرض فيها المشروعات اللي اتنفزت واللي كمان لسه بتتنفز فيه اسكندرية وفي البحيرة وده كان في عدد من القطاعات دكتور مدبولي قال انه حجم الاستثمارات اللي الدولة عملتها في اسكندرية وفي البحيرة خلال الثمان سنين اللي فاتوا عدى 812 مليار جنيه كمان سيد رئيس عبد الفتاح السيسي افتتح من خلال الفيديو كونفرنس ثلاث مشاريع مهمة شفنا مستشفى كوم حماد التخصصي في البحيرة شفنا كمان وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي وايضا افتتح سيادة الرئيس مشروع نفق وكباري استادات اسفل طريق كورنيش اسكندرية كمان شاهد سيادة الرئيس فيلم تسجيلي كان بعنوان مشوار والفيلم كان عبارة عن التعاون بين حياة كريمة ومجموعة من شباب مصر المبدعين وكان العنوان يا مرحبا بالانتقادات المبنية على المعلومات النهاردة كمان شفنا تكريم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النماذج النكحة والملهمة من اهلينة في اسكندرية وكرم سيادته كمان اسم الفنان محمود عبد العزيز واللي هو بالتأكيد ابن محافظة اسكندرية على مشواره الفني العظيم كمان الرئيس النهاردة شاهد جلسة حوارية الحقيقة كان فيها حديث هام جدا وكان فيها عدد من المتحدثين كان ما بينهم يعني كلمة للمستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية في الحوار الوطني واللي ألقى فيها الدوق على منجزات الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني اللي احنا بنتابعه من أول شهر مايو وتحدث سيادة المستشار عن ثلاث موضوعات هامة جدا يعني عليها توافق بشكل كبير ضمن الحوار الوطني الثلاث موضوعات هما الوصاية على المال وده طبعا موضوع بيشغل بال أسر كتير جدا 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 وحله يعني يخفف على الناس كتير لأنه كان موضوع قانون قديم زي ما سيادته قال من 52 ولازم يتغير كمان تحدث سيادة المستشار عن الاستحقاق الدستوري بمشروع قانون بيتيح تداول المعلومات والأمر الثالث هو إنشاء مفوضية عدم التمييز خلينا نسمع كلمة المستشار محمود فوزي ونرجع مع حضرتكم نكمل الكلام لدينا في الحوار الوطني توافقا وشيكا أكيدا على ثلاث موضوعات الموضوع الأولاني تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر المصرية قانون أديم سنة 52 وضع في ظروف اجتماعية معينة وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر ونوقش بالفعل في جلسات الحوار الوطني وهناك توافق واضح طبعا مجلس الأمناء يرفع المسألة دي لسيادتك ولكن دي مسألة أولى المسألة الثانية لدينا الاستحقاق دستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات وهو بالمناسبة أيضا ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أي أن الدولة المصرية نفسها ترغب في إصداره هذا محل توافق ويجب أن يكون هذا القانون قانونا متوازنا يراعي مصالح الأطراف جميعا النقطة الثالثة تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز هذه يعني أنا بأتكلم في موضوعات يعني المفروض أن هي يعني ما فيش فيها إن شاء الله مشاكل خالص أرفحها لمقامكم الكريم للنظر فيها